سلام سلام رمضان مبارك سعيد نبدأ هذه الحلقة بكلام كان قالوا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وما جلس قوم مجلسا يذكرون الله إلا وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيما إده نتمنى هذه الجلسات التي نبدأ معكم أو هذه الجلسات التي نبدأ معكم في بعض دقائق يكونوا مقبولين عند مولانا لأن الهدف ديالنا من هذا البرنامج البسيط تكون بيناتنا جلسة في مولانا لا غير لأنه أكيد وطبيعي سنحسب على كل جلسة كنجلسوها مع بعضياتنا نحن اللي مشغولين بالتنية وهذا ماشي غلاط وماشي عيب لكن ضروري نخلوا عندنا جلس المولانا سلام أميما سلام أميما سلام أميما ورمضان كريم نبدأ في هذا القرآن بشكل محطة من المحطة المحطة الله بلسه وراءه سلامه يقول أنه عندما يتجب الناس وبدأ يبدأ معك في الله سأجلسهم ويكون لذلك بسرعة ويكون لذلك بإمكانهم في الأرض نحن أننا نتمنى أننا نتمنى سنحن بك ستكون من الله سبحانه وتعالى لأن كما قلت أماما بإمكاننا أن يكون لدينا الوحيدة والمجتمع في حلقة اليوم وكيف موعدناكم سنشرح الفرق ما بين الصحبتين الصالحة والطالحة بدون شك معظمنا واعين بضور الصاحب إما هو صاحب لما هو خير والكشي اللي بزيان أو لا صاحب لما هو خير وهذه مسؤولية اكتجان في سكة مسلم اللي أكيد أيضا الساتو حسب عليها In this episode and as we have promised you we will explain the difference between good and bad companionship Everybody is undoubtedly aware of good as well as bad companions which is your choice and of course you are responsible for it ابن عطاء الله السكنداري الملقب بيقطب العارفين كان قال لا تصاحب من لا ينهض بقلبك حاله ويدلك على الله ما قاله بمعنى ما تصاحبش إلا من ستنتفع بصحبته وبمعنى آخر فلما تصاحب الصالحين فكيقول لي عندك العزم بمنهاجهم وهي خطوة نحو التوبة أبسط مثال شاب صاحب شخص راذل أو لا ممزينش وهو مصاحب هاد الشخص فما تجيش ولو دقيقة في باله أنه يتوب لمولانا لكن لما تصاحب شخص اللي هو صالح أو لصالحين فكيقول لي عندك العزم بمنهاجهم وهي خطوة نحو التوبة كيف ما قاسدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الرجل على ديني خالي له فلينظر أحدكم من يخالي بمعنى أن الإنسان كيتأضطر بشكون كيصاحب فيوم القيامات صديق مع الصديقي ماشيهما مع ربي كيتبرؤم بعضيتهم ابن عطاء السكندري wants to say that we should avoid anyone who does not raise our awareness and lead us to Allah سبحانه وتعالى in other words accompany those who will benefit you approaching righteous people will incite you to follow their path henceforth to repentance أبي هريرة رضي الله عنه reported that our prophet محمد صلى الله عليه وسلم said a man follows the religion of his intimate friend so each of you should carefully consider whom he takes as his intimate friend the hadith of أبي هريرة رضي الله عنه teaches us that a person often adopts the habits, attitudes and morals of his companion so in order to safeguard his religion and morals one must scrutinize and consider the one whom he befriends فالإنسان كلما صاحب مستوى دون مستوى ما كيواليش في الكرير تاقي لكن لما كتخاط من هو أرقى منك علما ومن هو أقرب إلى الله منك كتولد جهة علمه وتواضعه وحتى حكمته حيتاش إحنا كبشار ما يمكنش نتفع بشي حاجة إلا إذا غرتنا وهنا كتختار يا إما أنك تكون عبدا لله وإما أن تكون عبدا لعبد لا إيم The connection between believers is based open faith and sincere brotherhood Beware against taking any companion if such companionship is based open other than this All that physical togetherness that you see around you which is based open other than faith will be whipped away on the day of judgment and it will be a source of misery Choosing and having good companions is extremely important for each one of us So it's better for us to review our relationships طريق القيمة وعره صعب جدا ولكن طريق الإنزلاق فهو سال ما يبني الإنسان من خلال صحبة الصالحين في الشهر في سنة أو لحتف سنواز فيقدر يهدمون من صحبة الطالحين في يوم واحد الإنسان حينما يألف قوما يتخلق بأخلاقهم وتفكيرهم فمن الأحسن نعود النظر في علاقات جدا سلام سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة